هذا الشخص يعني الأول كان مستعجل الثاني كان على أقل من مهله كان متمهل بطيء بل يمكن إذا الأول تسرع بمشاعره الثاني يعني كان متمهل شخص عقلاني مفكر فكر بس فكر أكتر من اللازم لما قال لآخر اتبعني فقال يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأتفن أبي فقال له يسوع دع الموتى يتفنون موتاهم وأما أنت وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله يعني أتفن أبي طب ما هو هي عدات شرقية شو الغلط فيها يعني بكلمات أخرى لازم تفهم تقليد اليهود وعقلية اليهود في تفسير الكتاب في أيام المسيح وكأنه يقول ليسوع المسيح دعني أنتظر حتى أنال إرثي يعني بيموت أبوي ورح أخذ الورثي ولسيما هذا الشخص على الأرجح أنه كان البكر فرح ينال نصيب أو ضعفين هذا اندل على الطمع وعلى محبة المال وحت أولوية أخرى في التوقيت وفي الممتلكات أمام يسوع ولكن جاء الرد الصارخ قال له يسوع دع الموت يدفنون أي دع الموت روحيا يدفنون موتاهم جسديا أما أنت اذهب نادي بملكوت الله يعني عاوز يطبع يسوع بعد دفن أبو ومن يعلم متى يموت أبو وعلى فكرة في عدات شرقية عندنا كتير كتير صعبة كتير منعزم الموت وكتير منقضي وقت على الموت ومنحزن كتير ومنبكي كتير ومنقضي وقت كتير ومش عارف هاي العدات ولكن أريد أن أقول مع كل احترامي لكل عداتنا لما بتكون عينيك مشخصة على يسوع المسيح كل هذه الأمور الثانوية تصبح مش أولوية في حياتك دع الموتى روحيا يدفنون موتاهم جسديا اشتركوا في القناة